ما حدث مؤخرا من هذه الأعمال التي هي مرفوضة وملفوضة من خلال اقتحام المسجد الأقصى من طرف قوات الاحتلال الإسرائيلي وما مارسته من عنف تجاه المصلين التي تعتبر جرائم حقيقة في منطق القانون الدولي هذا الأمر هز العالم وشعوب تظاهرت وخرجت ونددت شفناهم في تركيا شفناهم في كثير من الدول تعبر عن رفضها لما يحدث وتدعو أنظمتها وحكوماتها لضرورة حماية الأقصى مما يجري فيه من انتهاكات صارخة ومفضوحة ومحل انتقادات دولية مختلفة شفنا المغرب خارجت عشر مدن مغربية النظام الجزائري دائما يصور أنه المغرب مطبع وأنه المغرب كذا وخارج الشعب خارجوا في مظاهرات ضد التطبيع وكل مرة يظاهروا ضد التطبيع وخارجوا الآن نصرة للأقصى وراكم تشوفوا في بعض المشاهد وأيضا صحف كتبة مظاهرات بعشرين مدينة مغربية نصرة لفلسطين ورفضا للتطبيع خارجت تظاهرات في عشرين مدينة بالمغرب بعد صلاة الجمعة نصرة لفلسطين وتنديدا بالاقتحامات الإسرائيلية المتكررة للمسجد الأقصى المبارك ورفضا للتطبيع العربي مع الاحتلال وخارجت نحو ثلاثين مظاهرة وتجمعا في عشرين مدينة مغربية ردد خلالها المشاركون هتفات مناصرة للفلسطينيين ورفعوا لافتات دين العدوان والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة يعني تطبيع قرار سياسي وديبلوماسي كبير اتخذه الملك المغربي ورغم ذلك الشعب المغربي هناك من أيد حقيقة وهناك من يرفض ويتظاهر رفضا ولم يتعرض لا لقمع ولا لانتهاكات حقوقه ولا للسجود بل أنه توجد مواقع تندد بالتطبيع ناس يخرجوا يرسلوا حتى في بيانات تتكلم عليهم الجزائر في صحافتها ولم يتم اعتقال أي واحد منه فضاء تحرية حتى ما حدث من اقتحامات للمسجد الأقصى وانتهاكات خطيرة بحق المصلين وشهدها كل العالم حقيقة هزت الشعب المغربي هذا هو شوف وكالة الأنباء الجزائرية يعني بدل أن تهتم بمواقف الجزائريين من هذه القضية شوف واش كتبت أدان مناهض التطبيع بالمغرب بأشد العبارات الجريمة النكراء والفعل الهمجي الإرهابي الذي كان مصرحه المسجد الأقصى وما رافقه من قمع وتنكيل ضد المصلين دون أدنى اعتبار لقدوسية المسجد وحرمة الشهر الفضيل مطالبين المملكة بقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني المجرم وعلى خلفية العمل الإجرامي الذي اقترفه الكيان الصهيوني في حق المصلين معتكفين سلميين بالمصلة القبلي المسجد الأقصى طالبت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع في بيان شديد اللهجة بالإلغاء الفوري لاتفاقية التطبيع التي وقعها النظام المغربي مع الكيان الصهيوني وكل ما تولد عنها من اتفاقيات ومعاهدات مع ضرورة إغلاق مكتب الاتصال الصهيوني وترد العاملين به من الصهاينة وقطع كل أشكال العلاقات مع هذا الكيان الإرهابي العنصر هذا ما كتبته يعني ما حدث منظمات طالبت بقطع العلاقات منظمات طالبت ترفض التطبيع شعب خرجت الظاهر وعادية في جو من الحريات شوف بغض النظر عن الموقف وطبيعة ما يحدث هذه نقطة إيجابية كبيرة للمغرب أن شعب الظاهر بحرية يعبر عن رفضه لما يحدث في المسجد الأقصى وينتقد حتى الحكومة وينتقد حتى قرار القصر الملكي بخصوص التطبيع وما إلى ذلك هذا جو عاد